دكتورة نجات العاشوري مديرة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بأسفي اليوم يخلد المركز بشاركة مع جمعية ملائكة الرحمن للشلل الدماغي اليوم العالمي للشلل الدماغي اللي كيصادف 6 أكتوبر كل سنة وهذا اليوم هو وقفة تأمل وإعطاء إحصائيات وكذلك تكوين الأمهات الأطفال في وضعية شلل دماغي تقريب الخدمات التي يقدمها المركز لهذه الفئة وكذلك الهدف العام هو تحسين وجودة الخدمات في إطار تحسين وضعية الأطفال في وضعية إعقاء وخصوصا وضعية شلل الدماغي لطفحنا رئيسة جمعية ملائكة الرحمن للشلل الدماغي مناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي الذي يصادف 6 أكتوبر من كل سنة كنت نضم جمعية ملائكة الرحمن للشلل الدماغي ورشة عمل لأمها تعدى الفئة اللي اسمناها أطفال شلل الدماغي مسؤولية الجامعة وهذا اليوم غيكون تحت إشراف الدكتورة نجات العشور مديرة المركز وطير مجموعة من الأطر الطبية بعد المؤسسة التي أعطت ولازلت تعطي الكثير لدي دوي احتياجات خاصة وشكرا اسمتي زيني فسليكي اليوم العالمي شلل الدماغي وكنشكر المركز ندت كنشكر المركز دينا كنشكر الدكتورة العيشوري وكنشكر للفضل للناس اللي نخدم معنا وكنشكر الأطر دينا وكنشكر أختي الناس اللي معنا وكنشكر الناس اللي كاملين ساعدونا وكنشكر الخاولة وكنشكر جامل أطر دينا كاملين وشكرا مزافة على هذا نوال بن جلواجة كاتبت جمعية ملائكة الرحمن لشلل الدماغي وإطار بمركز محمد السادس المعاقين بأسافي بهذا المناسبة جمعية ملائكة الرحمن كتحتافي باليوم العالمي لشلل الدماغي اللي هو واحد النوع من الإعاقة اللي كتحتاضنه هاد المؤسسة اللي هي من المؤسسات ربما هي المؤسسة الوحيدة في المنطقة اللي كتحتاضن المعاقب بشكل كامل كتدير واحد لابخيزون شارج شاملة مجموعة من الخدمات الطبية والطربوية والرياضية والثقافية والجمعية الهدف ديال هاد اليوم تكويني هو والهاد الأطور الطبية الهدف ديالهم هو أنهم يعيود الأمهات بطريقة تعامل مع هادوك الوليدات كيفاش يتعاملوا معهم كيفاش يخدموهم بين القوسين كنعرفو أن أطفال شلل الدماغي كيعيشوا بدون استقلالي على المامون ديالهم أنا اسمتني أدام تكتير كنشكركم كنشكر السنطر محمد السلس المعاقل منحقة جيهة والعمراني بها الخدمات التي قديرنا في السنطر الرياضة السباحة كل شيء بور خارجاتها خارجاتها لحسابهم الحسابة كنشكر شلل الدماغي ملكة الرحمن للشلل الدماغي الرئيسة لطيفة كنشكر السنطر كامل كنشكر الطاقم لقديرنا الرياضة كل شيء من سلسل فاتح فاتح ولا حموش لا لطيفة لا كل شيء شكرا لكم شكرا لكم على الحضور اللي جيتوا عدني اليوم أنا بصيفتي أم لي ولد معاق قبل ما نتعرف على هذا السنطر كتكلق صعوبات في التعامل مع الإبن ديالي ما كانش كيهضر ما كانش كيهتمش كانت عنده صعوبة في الهضر وفي المشيان ما كانش كيهقدر يقبط ولكن الحمد لله بالفضل ديالله سبحانه وتعالى جيت سجلتوا فاد صنطر ديال محمد محمد ساليس لدوي الاحتياجات الخاصة بالفضل ديال المؤطيرين اللي فيه والدي في أحسن حال الحمد لله والله كيهضر أموا بعدها منسيت ما قلت لكم والدي من نوع الإعاقة دياله تتلو تصيبغي المهم بالمجهودات ديال المؤطيرين اللي هنا والدي والله كيهضر أموا بعدها كيهضر كين واحد الكومينيكاسيو مع المؤطيرين مع الوليدات كين واحد الفاضاء في كيل قراحتو كين دير اللي هم المسبح دير اللي هم الرياضة المهم والدي الله الحمد كين تحسون بفضل هذه المؤسسة كين تحسون المعاملة ديال المؤطيرين كي عاملوا لوليدات مزيان ولي الله الحمد كين حتى التطبيب أي ولي يضمريض كين هنا طبيبة ولي الله الحمد كتعامل وليدات معاملهم زيانة وكين طبيبة ديال الأسنان تهماية هادشي كله بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل هذه المؤسسة بفضل هذه المؤسسة ولي داتنا ولهم دامجين في المجتمع